ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية من الدول المشاركة في حوار أبوظبي والمسارات الإقليمية الأخرى التي تهتم بموضوع التنقل الأيدي العاملة وبهذه المناسبة أكد وزير العمل دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز العلاقات الإيجابية التي تحفظ وتصون حقوق وواجبات طرفي العلاقة العمالية وفقا للنظم والتشريعات ذات العلاقة ولفتها سعادة الوزير إلى ما يشكله المنتدى من أهمية لتفعيل السياسات والأدوات الكفيلة بمواجهة أي ممارسات سلبية قد تضر بالعلاقات الإيجابية والصحية في محيط العمل وقد شارك أحمدان في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي كما عقد سلسلة من المباحثات واللقاءات مع وزراء العمل ورؤسائي وفود دول مجلس التعاون والدول الأسيوية المشاركة بالإضافة إلى عقد اجتماعات عمل مع ممثلي المنظمات الدولية المشاركة